مدداً ها هي باريس تعيش يوماً خالياً من السيارات يوماً نظيفاً وصديقاً للبيئة حيث حضرت السيارات في قلب المدينة لمدة يوم واحد في إطار مساعي المدينة لمكافحة تلوث الهواء وفي سبيل دفع السكان إلى التخلي عن السيارات واستخدام المواصلات العامة شوارع المدينة وساحاتها خلت من ضجيج السيارات وعوادمها لتتيح للناس الفرصة للمشي أو ركوب الدراجات والاستمتاع بنهاية أسبوع هادئة إنه يوم جميل وهدئ الجميع مستمتع لدينا سيارة تركناها في المنزل وجئنا بالدراجات أشعر بسعادة بالغة والجميع هنا سعيد لقد لعبت بدراجاتي دون خوف من السيارات يوم بلا سيارات استثنى مركبات الطوارئ والشرطة ووسائل النقل العام وفي إطار مكافحة التلوث والسيارات رفعت بلدية باريس عموما من ضرائب السيارات وتكلفة المواقف العامة الجميع يدعم سياسة المدينة في محاربة السيارات لكن يجب أن لا يؤثر ذلك على اقتصاد المدينة وقد نجحت تجربة يوم بدون سيارات في العديد من المدن الأوروبية التي تسعى إلى تعميم التجربة على نطاق واسع يبدو واضحا أن التجربة حققت نجاحا كبيرا واستحسانا من سكان المدينة ومن هذا المنطلق تدرس سلطات وبلدية باريس تعميم التجربة رسميا يوم واحد بدون سيارات في كل شهر وربما في المستقبل المنظور ستكون نهاية الأسبوع بدون سيارات أيضا خالد الخالد الإخبارية باريس